بعد القرارات الملكية السامية الأخيرة أصبحت معظم مجالسنا تتحدث عن هذه القرارات وتابعاتها ولم ينظروا إليها بشكل إيجابي ولكن تحدثوا عنها بأنها محبطة وبأنها لا تسعى إلى خدمة المواطن وبالواقع لم يلفتوا انتباههم بأن هناك أمور تحسنت بعد هذه القرارات كأسعار بعض المواد الغذائية التي بدأت بالنزول وأيضا أسعار مواد البناء والعقارات والتي هي حلم كل مواطن ومسعى لم ينظروا إلى السعي وراء سعودة القطاعات وخلق فرص عمل للسعوديين كل هذا لم يلقوا له بالا وكأننا نعصب أعيننا عن الحقيقة عندما تحدث مع أن جميع ما حدث يعتبر إيجابيا ومحفزا قويا لمستقبل أفضل دعونا نكون مع القيادة يدا واحدة لنرتقي بوطن زاهر ومشرق يسعى إلى العلي في جميع جوانبه لبرنامج السيديو الإخبارية عمر الجراد أريد شكرا للمشاهدة